السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متتبعين وأحلى مشاهدين حبيبات قلبين أتمنى تكونوا كامل بخير على خير الوصفة اليوم حسينة صنع منزلي طريقة بزاف سهلة واقتصادية يعني بلا قارص بلا والون ومدر تحسن ما شاء الله من حيث اللون والقوام يجيكم بزاف الثقيل يعني يجيكم الثقيل ويجيكم اللون التعوم ما شاء الله كماركما تلاحظوا من تنساوش لايك للفيديو واشتراك قناة المشي مشاركة في القناة مرحبا بها لأنه هذا الوصفة تستحقها بزاف فرمضان تقدروا تخبوها حتى الشهر رمضان المبارك تستحقها في المعسلات هنا عندي كاس اللولة على السكر وزد الكاس الثاني كاس اللولة ندير لها زوج كيسين على السكر عادي والكاس اللولة الثانية ندير لها كذلك زوج كيسين على السكر عادي يعني غير الماء والسكر نسحقه في هذا الحسيلة ويجيكم حسل ما شاء الله هنا نضيفه في القصرنا اللولة ندير لها زوج كيسين ونصف تعمى بنفس الكاس اللي كنت قيلت بها السكر ندير لها زوج كيسين ونصف تعمى أنا حبيت يكون ثقيل شوية على ذي قدرت زوج كيسين ونصف تعمى ما حبيته يجيكم مخفيف يعني شوية يجيكم مخفيف ما يجيكم شثقيل بزاف ديروا لها الثثة كيسين تسكر أنا السكر ما درتش الكيلو تسكر كامل خليت منه كاس نوما مو كاس تسكر يعني حدرت وش نسحق فقط هنا القصرنا الثانية اللي قدرت لها كذلك زوج كيسين تسكر ندير لها شوية بارك تعمى باش ننظمنا ان السكر تعمى ما يتحرقناش ومجيناش فيه البناء تعمى السكر كي يكون محروق هنا أخلوا السكر تعمى كراميل إذا كما رغم تلاحظوا وما تغفلوشو عليه باش وما يديكم شو اللون بني غامق إذا الدى اللون بني غامق راح تجي فيه بنت الكراميل قاسحة وكذلك جي اللون الحسل اللي تدخكم جيكم بني فونسي يعني متحبوش ذاك اللون على بلي بلي كامل متحبوش ذاك اللون كي يكون بني فونسي تحبوه شوية فاتح تبعو هذا الطريقة وتتحصلوا على الحسل كي ما يحب الخاطر هنا شوفوا الدى اللون اللي يعني البني فاتح كي مرة نحبينو نزيدوا عليه السيرو اللي كنا درنا فيه الماء وصقر يعني يكسرون اللولة اللي كنا طبخة طبخة وحدها نضيفوه بل يعني بشوية حرزوا روح كومبرك لأنه تعرفوا الكراميل تولي تطاير كي يديروا لها الماء هنا حرزوا روح كومبرك نفرغوا السيرو اللي كنا درناها زوج كي سان ونصدعمة وزوج كي سان تصقر خلينا نطبخوا بجيها نضيفوه على السقر اللي اه دى اللون البني كاميراكم اتلاحبو ونخلوه يطبخ كاميراكم تشوفو مادرت له كاليد للحسلة كاليد لها الشب يعني باش مات السقر تحكم ما يجمشو كاليد لها الليم كل واحد واش دلها انا من دلو لشب ولا ولا قارس ويجي ما شاء الله كاميراكم تحبو خلوها اتباق باش شوية يعني شد روحو وهنا نجوم فرغو يعني النتيجة راي قدامكم هنا راي ما زال ما تبخش قصدي ما زال ما اه ما برتش مليح والنتيجة يعني شوف اللون تعوب ان يفتح ما شاء الله اه وكذلك القاوم تعوب اه بعد ما برت زيت اثقال نتمنى انكم الفيديو كنا لاعجابكم وتجربوا الوصفة وتردوا لي في التعليقات كيف اجدتكم الوصفة يعني متقولوش راه جا خفيف اللي انه راه ما زال ما برتش يعني راه مازال ما برتش يعني راه تقيل ما شاء الله ولي حبيدي تتوما خفيف ديرو ثذكيسان تعمى ولي حبيدي تديرو كامل الكيلة تاع الصقر ضعفوا الكمية تعلموا وضعفوا كمية تاع الصقر نتمنى انه نتلقى في فيديو قادم ان شاء الله وما تنساش لايك للفيديو